بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي وبدى من الأحد الثامن عشر من شهر تشرين الأول الحالي يرفع عن إيران حضر بيع الأسلحة وشرائها إيرانياً قال الرئيس حسن روحاني إن رفع الحضر سينهي عشر سنوات من عقوبات السلاحة التي وصفها بالجائرة وسيسمح لطهران ببيع أسلحتها لمن تريد وشرائها ممن تريد تصريحات رد عليها محمد علي أبطحي الذي كان نائباً للرئيس الأسبق محمد خاتمي بالقول إن الناس لا يستطيعون حتى شراء خبزهم اليومي في إشارة منه إلى تأثير العقوبات الأمريكية الصارمة ضد إيران أما أقليمياً فإن رفع حضر الأسلحة عن النظام الإيراني يمثل فرصة سانحة أمام إيران لمواصلة دعم الميليشيات الموالية لها في أن حائل منطقة بإن وصلت دورها في تنفيذ سياسات إيران التوسعية ولسيما في العراق وسوريا ولبنان واليمن وحتى لو اتجه نظام طهران إلى التسلح فإن من المرجح بحسب الخبراء أن يتجه إلى شراء منظومات سلاح دفاعية كمنظومة الصواريخ الروسية المتطورة أس أربعمائة حتى تمنحه شعوراً بالأمان الداخلي يمكنه من الانطلاق خارجياً لدعم ميليشيات في المنطقة وعلى المستوى الدولي فإن محللين يستبعدون أن تتمكن إيران من بيع الأسلحة وشرائها بعد انتهاء حضر التسلح الدولي المفروض عليها بسبب ما تعانيه من قيود وعلى رأسها العقوبات الأمريكية التي لن تمنع إيران من بيع الأسلحة وشرائها فحسب وإنما ستعرقل أي خطوات نحو ذلك من الدول الأخرى حتى إن الصين وروسيا من المرجح أن تحجما عن بيع أسلحة لطهران مع أنهما تعارضان حملة الضغط الأمريكية القصوى على إيران في المحصلة فإن المستفيد الأكبر من رفع حضر الأسلحة عن إيران بحسب مراقبين ربما الميليشيات الموالية لها في المنطقة مما يعني تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة واستقرارها